طبعا تشوف بص الفكر بقى الناس برا بتعمل عايزين نقلت الحاجات الحلوة نقلتش الحاجات الوحشة بيعملوا افلام صغيرة او زي ما انتوا شايفين كده مجموعة من افلام صغيرة خالص عشان يعلموا الاطفال ويعلموا المراقين لا فايتة العمل الجماعي بشكلها لطيف افكارها لطيفة وكلها فاني وبتثبت في الدماغ ان انت في كل النواحي دازي انقذوا بسبب العمل الجماعي في كل فروع الحياة العمل الجماعي هو قيمة كبيرة جدا كل الفروع في القانون في الالكترونيات في التجارة في الصناعة في الكورة في الرياضة في الطب الطب بقى كمان العمل الجماعي هو اهمية كبيرة وخصوصا في مجال الجراحات مجال الجراحات وخصوصا مجال الجراحات الإنوريكتل اللي هي القناة الشرجية أو الشرج وما فوقه هذه المنطقة نتيجة التطور الكبير اللي حصل فيه التعامل مع هذه النوعية من الأمراض سليب جراحية ليس انفيزف يعني ما تعملش مشاكل لأنه كانت المشكلة عنده واحد عنده مشكلة حول الشجرة وليكن همرائد وليكن ناصوره هو التخوفه في ثقافته إنه خاف يعمل عملية فما يعرفش يتحكم في البراز لأنه سمع إنه مش عارف سنة ستين حد دخل عمل العملية دي فحصل له كده وبقت مشكلة كبيرة وتدقلها الثقافة اللي هي الثقافة الشعبية أو الحكايات الشعبية تدقلها بقى بنوع من التنظر على الطب الثقافة في الطب يا جماعة مهمة جدا ومن ضمن الثقافة إنه أنا أتقن فهم قيمة العمل الجماعي أتقن كميه كمريض لأنه أنا لازم أبعارف إنه العمل الجماعي ده هو اللي بيضمن إن التكنولوجيا دي تتنفي الصح لأن لما أجي أعمل عملية وليكن عملية مناصور فيها تكنولوجيا عالية جدا فيها ليزر فيها مناظير عالية الدقة يعني ذات دامتر أو يعني رفيع جدا اللي بيمسك المناظير واللي بيفتح واللي بيستخدم الليزر الماشين غير الجراح غير الفريد تبريد كله لازم يبقى مدرب عارف هو بيعمل إيه وإلا هتحول الليزر بدل ما هو نعمة إلى نقمة وهتحول المنظر إلى يوسلس ماتيريال إنسترومنت ما لهاش قيمة فعمل الجماعي هو اللي لازم العمل الجماعي المدرب لازم يكون جزء مهم جدا في هذه المنظومة ده هنتكلم فيه النهاردة وزاي تحولت جراحات الشركue من جراحات سيئة السمع إلى جراحات جميلة السمع مش حاسنة دة جميلة السمع بدل ما تحولت يعني إيه سيئة السمع كنت عملية يقعد الوحد وقال فلان عمل عملية قعد شهر أجازة راحت منه امتحانات السنوية العامة مادخلش امتحانة كلية ومادحعش حتى الاسدور الثاني اللالالالالله ليه اللهم عملية ده عملية يا عمه وقعد ونايم في البيت ومابيقرأكش يبدأ. دلوقتي بيعمل عملية يوم السابت تاني يوم لحد يرشق له. او الاتنين. يرتاح له يوم والاتنين حسب. بس برضو القفزة الهائلة دي وراها فريق عمل. النهاردة حوار ممتع اكيد مع ضيف العزيز اللي بساعدني اكيد بيبدأ في حواره العلمي. واحد من الناس اللي انا بقول لهم دائما متشكرين على هذا الجهد. وهذا الزيارة هذه الزيارات الرائعة لنقل الثقافة. ضيف العزيز الاسم المتميز واحد من سوبر السراز المجال على مستوى الوطن العرب. نحيا الاساس دكتور محمد النجار. اهلا بك. 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 وحشكي خلص. الله يخليك انت اعرف. يمو كيور الحقيقة يعني. الحمد لله. ما شاء الله. الحمد لله. اه. وكيور حلو او اسم جميل. اه. يا علاج. شفاء. طبع. الحمد لله. قبل ما ادخل معك في العمل الجماعي اللي هيدخل معنا او اللي تدخل فيه. فايدة التطور الكبير. عايزك تكلمني عن الثقافة الناس حول الامراض الشرج وفهم اعراضها. انت عارف انت عارف احنا عندنا في مصر الاعراض بتترجم ساعات غلقة. صحيح. مية في المية. اه الثقافة دي كانت يمكن في جزء من الاوقات معدومة. بدأت الحمد لله دلوقتي تبقى ترجع للناس تاني وبدأت الناس تاخد بالها من الاعراض اللي ممكن تظهر لها. بدأت الناس تاخد بالها من هزا المجال. يعني يمكن قبل كده الناس كانت تتكسف يعني اللي عنده مشكلة في الشرج او المستقيم كان يتكسف ويحرج. لما بدأت الناس تسمع اه وتاخد معلومات وتشوف ان فيه دكتور بيتكلم في الحكاية. وبدأ لدكتور يبقى اثنين وتلاتة وعشرة. بدأت يبقى فيه ثقافة. بدأت الناس تعرف انه مش لازم نتكسف. اه مش لازم يبقى عندنا خجل ابدا من ان احنا عندنا مشكلة في الشرج. الشرج جزء من الجهاز الهضمي زي زي اي حتة في جسمنا. اذا تعبنا لابد ان احنا نتقالك صح يعني. الحمد شوية من اللي عنده نصور اعرضه ربا بعد شر على الناس كلها من اللي عنده سرطان ودخل مستقيم يعني هنا ييجي دور الدكتور انه يقدر يفرق ببين كل حاجة هنا ييجي دور زي محراج كلمت من شوية فريق العمل فريق العمل ده مش بس ده كترة ده كترة وطاقم تمريض ومؤسسات وحاجات زي كده فريق العمل ده عبارة عن جراح وعبارة عن رجل بتاع بصولوجي يقدر يشوف اذا كان في حاجة في التشو ده ولا لا عبارة عن واحد تاع مناظير يقدر يهرين حاجات كويسة مهندس يقدر يشتغل على اجهزة جديدة الحقيقة ان فريق العمل ده زي محاك كلمت من شوية حاجة عظيمة جدا عن نفسي انا اتعلمت الحكاية دي انا اشتغلت شوية في المانيا في جامعة اسمها اليزابس كولن في كولن في المانيا اتعلمت احناك يعني ايه فريق عمل ان الجراح بيجي يشتغل العملية بتاعته حواليه عشرة بيساعدوه حواليه واحد بتاع تخدير شطر اوي حواليه واحد بتاع مناظير شطر اوي حواليه ممرضة شطرة فاهمها هي بتعمل ايه مساعد شطر جدا بيوريه يعني قرار ما بقاش قرار فردي بقى قرار جماعي وفي الاخر كل ده بيروح ناحية المريض الحقيقين الاعراض بقى والتشخيص بتاعها وترجمة ناس للعرض يعني ناس تقلق امتى تعرف ان ده عندي كذا اه يعني خلينا اقول ان جنرال كده ازا كان عندنا مشكلة في الشرق والمستقييم هتتمحور حواليه 5-6 اعراض ازا كان مريض عنده بليدنج بالريقتم ازا كان مريض بينزف دم ازا كان الدم ده لونه احمر فرش كده يبقى جاي من القناشة رجية السفلية او من الجزء السفلي من الجهاز الهضمي ملحقش يقعد ولا يتقلط ولا يبقى لونه متغير ولا حكم إذا كان الدم ده لونه مغير شوية إذا كان الدم ده متجلت إذا كان الدم ده لونه دارك ريت إذا بلو يبدأ يعلق شوية فبدأ ياخد وقت شوية على حد ما لازل بعد الشر مثلا الناس اللي عندها كبد أو حكايات زي كده يبقى على حكس ما ملينا مثلا إنه بينزل دم لونه اسود خالص يعني من أهم الأعراض اللي بنشوفها هو الدم إذا كان عندك دم بينزل من الشرج أو المستقيم دي علامة خطر لأنه قد يكون عندك بوسير شرجية مثلا بوسير هي أوعية متمددة حوالين الشرج زي الأوريدة اللي في إدينا دي لكن منفوخة شوية قد كده فيبقى جدارها رؤية لما البراز يعدي وهو نزل من الشرج رعجائي خابط فيها رعجائي منزل نقطين ثلاثة دم لكن فيه حتة حلوة قوي في الحتة دي يقول لك الدم ده بييجي مع مع دخول الحمام ولو انت قاعد كده تلاقي دم نازل لأنه يفرق كده الدم اللي يجي مع دخول الحمام أثناء مرور الفضلات 100% بيبقى سببه حميد يعني 100% بواسير شرخ الشرجي حاجات زي كده لكن الدم اللي ملوش سبب يعني واحد قاعد بيتفرج على التلفزيون مثلا وفجأة لا دم نازل من القرن الشرجية أحيانا مش عايزي برضو لخد الناس لكن أحيانا بيبقى أعراض لأمراض دمها تقيل شوية زي السرطنات وحاجات زي كده فأول حاجة المريض ياخد باله منها الدم إذا كان بينزل دم من فتحة الشرج دمش طبيعي ومش ده العادي أرجوك خلي الدكتور ياخد باله منك لأنه مش ده العادي تاني حاجة الألم الألم إذا كان الألم مع دخول الحمام يعني واحد بيدخل الحمام يجي له وجع شديد أو حاجة أغلب الظن يبقى عنده شرخ شركي لأن البواسير مرض غير مؤلم يعني لو واحد عنده بواسير عادية كده هل يتقلم؟ لأ ما يتقلمش ويكتبه في الكتب عليها اسمتوماتيك يعني ملهاش أعراض طيب إمتى بقى يبقى عنده بواسير وعمال يتوجع إذا حصل عليها بعض المضعفات زي التجلط مثلاً فيسموها سرومبوست بايل بواسير متجلطة أو مثلاً بيبدأ درجتها تزيد من الدرجة الثانية للثالثة فتبدأ حالس حاجة تخرج بره فيبقى مخنوقة شوية فيبقى متوجع لكن البواسير ما بتوجعش يتوجع إذا حصل عليها بعض المضعفات وده علامة تستدعي النات أن الواحد ياخد باله أكثر غير الألم الإفرازات إذا كان واحد عنده تشارج ربنا يخلقنا الحتة دي دراي يعني مش المفروض الواحد يبقى عنده بلل حوالين فتحة الشارج ما يحسش إن فيه إفرازات حشش فيه مية ما حشش إن فيه حاجات لونها أصفر ولا أغضر ولا كلام زي كده إذا فيه تشارج فيه حاجة مش مظبوطة نروح بقى ونيجي فيتشارج ده نقول إنه قد يكون سببه نصور الشارج وده الأشعة يعني قد يكون سببه مش نشور خلاص وحاجة اسمها بروكتايتس لوكتايتس بروكتايتس يعني الألتهاب داخل المستقيم والمريض ساعتها هينزل ميويكا سنتشارج يعني وكأن حاجات لازجة كده أو حاجة العراحة بتشابهة اللي عنده بواسير ممكن يبقى عنده وجع وعنده دم وعنده إفرازات اللي عنده شارخ شارج يبقى عنده وجع وعنده دم وعنده إفرازات وشطارة التكنولوجيا الجديدة كان الزمان يعني ما عرفش الغاية دلوقتي موجود ولا لا كان اللي هو الفحص باستخدام الفينجرز كان هو الأساس هل ما زالت موجود؟ الحقيقة لا وده انتهى من ثلاث سنين من النهاردة لأنه اخترعوا حاجة اسمها بروكتو ستيشن يعني ايه بروكتو ستيشن؟ بروكتو من بروكتولوجي من علم أمراض الشرج وستيشن يعني محطة كاملة أو طاور جامل جهاز عظيم جدا يمكن زو حجم كبير يعني وظيفته ايه بقى البروكتو ستيشن ده فيه تلات حاجات فيه حاجة اسمها اتش ار ايه يعني منظر مش المنظر بقى اليدوي بتاع الزمان اللي كان لازم اللي هو ده بالزبط طور كاملة جدا الحقيقة فيها منظر منظر ده هيخلينا ابص داخل الشرج مش ابص بعناي بقى ده انا ابص بالكاميرا اللي بتمجنفاي كل حاجة اللي هتطلع الصورة على المونتور الكبير ده على الشاشة الكبيرة اللي عندك اللي متكبرة جدا لدرجة بقى انه برا يستخدموا البروكتو ستيشن ده في ايه بقى في الفحص المبكر عن سرطانات المستقيم يعني يعملوا روتين خلي بالك مع الحاجات الروتين بقى يعملها كل سنتين تلاتة يخش يعمل البروكتو ستيشن ده الكاميرا بتبين اذا كان فيه انسجة بدأت لونها يتغير اذا كان فيه بوليبس اذا كان فيه زوائق جلدية او حاجة زي كده فبقنا كل المرضى اللي يجو العيادات اللي هو المنزار عن طريق الكاميرا اللي بالمناسبة لا يحتاج تخدير ولا فيه قلم ابدا لانه حاجة رفياعة جدا عفوا وكأن واحد بيحط ساببوزاتوري او بياخد لبوسة او حاجة زي كده حاجة رفياعة قوي بتخلينا وطبعا فيها ضوء عظيم جدا بتخلينا شوف كل حاجة جوا الشرج والمستقيم مع الهي رزيولوشن انسكوب او الهر ايه فيه اندو اين الالترا ساوند سونار بقى اينا بنشوف به كل حاجة مستخبية ورا العضلات يعني لو واحد عنده وجع او احنا مش عارفين وجع ده من ايه قد يكون عنده خراج ديب سيتي دي يعني حاجة جوا قوي او من ما الجراح هيشوفها السونار يوريهنه ويورينا كوليكشن وكل حاجة غير الهاتشار ايه وغير الالترا ساوند بقى فيه اينا المانومتري اللي بيقيس قوة العضلات كل الامراض حوالين الشرج كلها مفاجر غير خوف واحد عند المرضى انه يحصل له عدم تحكم في البراز يروح يعمل بوسير ويقولك انا خايف يحصل لي عدم تحكم في البراز ولذلك بقى انا بنعمل المرضى اللي هو فحص العضلات اللي بيورينا قوة العضلات قبل العملية وبعد العملية كمان هل البروكتوسكوب يصدق في التشخيص كل الامراض كل الامراض لانه هو الفكرة انه المريض حتى كمان يعني اقولك على حاجة من الحاجات المشهورة قوي ان المريض يجي لك العيادة يقولك انا روحت عند فلان الفلاني قال لي انت عندك بوسير بس روحت عند واحد بعدي بيومين تلقيت قال لي لا ده مش بوسير ده انت عندك شرخة شرقي وبعدين جيت لك ما هو خلي بالك سمع مليون رأيه ومين صح ومين غلطة الصح هو البروكتوسكوب هو اللي هيوريك اللي بيخلي المريض نفسه يشوف المريض نفسه بقى الفحص ده بقى بيشوف المداخل ومحاول الشرج على المونتور هو من قبل ما تقوله انت عندك كذا هو بيقولك انا شايف البوسير بتاعتي في الحتة الفلانية انا شايف ان عندي شرخة شرجة في الحتة الفلانية ولذلك اصبح يتعامل لكل المرضى باجراء غير مؤلم لا يحتاج تقدير ولا اي حاجة الحقيقة يتعبي في دقيتين تلاتة بيطلع بريبورت كامل متصور فيه حتى الحاجات اللي احنا عملناها كمان بنقدر نكمبيري الريزلتس يعني عملنا حاجة الصورة دلوقتي بخدنا ادوية ولا عملنا حاجة زي كده ونقدر نقارن ما بين الصورة دلوقتي وبين الصورة بعد اسبوعين تلاتة من العلاج وصلنا لحد فين ما بين الاتنين يعني عشان ناخد المميزات الكاملة لازم يكون فيه فريق عمل او يعني متخصصين بيعرفوا يتعاملوا مع النوع ده متكتنوجي بالزبط انا في منتقى الفخر الحقيقة بفريق العمل بتاع ايموكيور لانه كلهم على درجة عالية جدا جدا من الكفاءة الحقيقة كل واحد بيعمل حتة هو شاطر فيها جدا زي ما قول حركة حتى البروتستيشن ده فيه دكتور مخصوص يبقى قاعد عشان اشطر مننا كلنا عشان يقدر يورينا الحاجات اللي احنا منقدرش نشوفها لما ليجي نعمل العمليات يبقى فيه واحد شاطر قوي بيمسك المنزار واحد شاطر قوي مهندس طبي يبقى على اجهزة الليزر واحد شاطر قوي وهاكذا يمكن فريق الطب اللي هي متكور في 12 دكتور كلهم ناس افاضل جدا وكلهم اشطر مني انا حتى كمان كلهم يعني الحقيقة في منتقى الشاطر اللي في الدنيا لما نيجي نشوف احنا عملنا التشخيص وقدامنا الحالة ايه التكنولوجيا اللي قدمت يعني ازاي الليزر قدم حلول ازاي المنازير دخلت ايه تطور الحصل في المنطقتين ده شوف احنا كانت الجراحات القديمة لمجال الشرج والمستقيم ده خلينا في الشرج كمان خصوصا يعني تعتمد على القطع عندك بوسير شلها اعمل جرح مش مهم عندك شرخ شرجي شيل حواليه كده وخد كم غرزة مش مهم عندك نصور شرجي اقطع مش مهم صحيح كانت حاجات يمكن الاجيال احنا محظوظين بس ان احنا عايشين في عصر فيه تكنولوجيا عظيمة يعني الناس اللي قابلنا الاسادزة ناس افاضل ويعني يعلمونا كل حاجة الحقيقة يعني وما زلنا يعني انتشينهم فوق دي مرأة لكن احنا محظوظين ان احنا جينا في وقت من الزمن فيه تكنولوجيا زيادة فيه مهندسين شطرين فيه شركات عظيمة فيه مصانع بالحاجات عظيمة فيه ليزر قبل كده مكانش فيه فالناس يعني كده هتعمل ايه لكن اللي اللي ناخده على الناس شوية انه خلاص بقى يعني بقى فيه حاجات جديدة البوسير اللي كنا بنشيلها ونقطعها كلها ونسيب المريض عنده جرح قد كده يقعد في البيت شهرين ثلاثة يتعالج منه بقى تعمل في خمس دقايق تخيل بقى كل الهم ده مبقاش موجود زي ما قلت كنا بنقطع البوسير بقى نبنكويها فالمقورت انتهي كنا بنكوي حوالين نقطع حوالين الشرخ بقى نبنكويه لما المريدي عنده الشرق دايق شوية عنده فانكشل سبازم لازم نقطع الانترنال سفينكتر زمان بقى بقى ناش نقطعه بقى نعمل سفينكتر لايسن بقى نعمل إراحة للشارك اللي كان عنده نصور كنا لازم نقطع النصور ونخفع العضلات وكلام ذا كده بقى نعمل فلاك عصر الليزر ده اللي هو علاج النسور باستخدام الليزر اللي هو هيخلينا ما نقطعش النسور ما نخافش على العضلات هيخلينا نكوي النسور باستخدام الليزر فرمانيديو بقى في امان تام 100% الحقيقة يعني ده تكنولوجيا تكنولوجيا عظيمة جدا لانه كمان الليزر واخد يمكن المين شير واخد 60-70% من التكنولوجيا لكن في تكنولوجيا عظيمة جدا اسماتية دي مثلا تعتمد على ان الاوعية الدموية بتاعت البوسير دي لازم تتربط عشان تروح من غير حتى بنعمل لازر ولا حاجة في تكنولوجيا عظيمة جدا اسمها فافت اللي هو المنزار اللي بيورينا مداخل النسور الشرجي ده مريض عنده بواسير احنا دلوقتي بنخش بالليزر كنا زمان نقطعها دلوقتي بنقناش بنقطع حاجة بنقنا بندخل جوه ونحرقها بالشكل حاجة شايفو ده تنكمش وتروح تماما من غير ما نعمل للمريض جرح ولا روء اريا ولا حاجة وبالفعل ازا كان المريض عنده بواسير زي دي تاني يوم يروح شغله ازا والنسور عايزين يشوف النسور بالليزر ده مهم جدا اللي انت قلت دلوقتي ده اللي هو اسمه فيه لاك فيه لاك تختصر حاجة طويلة اه فيستولا 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 اللي احنا هنقفله ده حاجة من الحاجات العظيمة قبل اللي هو الفافت اللي هو المنزار اللي بيدخل جوه النسور اللي ياما عادنا نحلم ان احنا نفسينا نشوف جوه النسور ده بقنا بنشوف بقنا بندخل جوه التراك انا فاكر حقا قلتلي كلمة زمان الحقيقة وانت بتعرف نسور الشراج قلتلي ده سرداب ده حاجة زي السرداب سرداب ده اني حاجة مستخبية جوه محد يشوف السرداب ده ما بقاش سرداب دلوقتي بقنا شايفينه بقنا عارفين الطريق فين شايفيني تشعوبات شايفين الول بتاعة التراك السرداب هو نفق رفيع بالزبط السرداب نفق رفيع بالزبط بقنا بقى جوه بقنا شايفين بقنا شايفين التشو بتاعه يعني الحقيقة تقدم علمي عظيم جدا خصوصا في علاج النسور الشراج لانه اصبح نتائجه كمان هيلة قوي لما بنكمبين الفافت مع الليزر لما نحط المنزار جنب الليزر دي شركة امريكية اسمها ستورز دي شركة المانية اسمها باريت اللي اتنين بقوا جنب بعض يعني الحقيقة يعملوا نتائج عظيمة جدا التكنولوجيا ملهاش اخر ابدا في علاج امراض الشراج والمستقيم وكل يوم بنلاقي حاجات تخلينا نبعد المريض عن اي اي حتة فيها خطر هي الفكرة زي ما بقولك ان الامراض دي زمان كان فيها خطورة في عملياتها الخطورة دي بقت زيرو يعني بقى المريض يعمل عملية واقول له انت مية في المية مش هيحصل مضاعفات الالم ما بعد العملية نقولك انت معندكش الالم لكن هل الالم نروحه نيجي فيه اه ممكن نعمل مريض ويتوجع يومين تلاتة وانا اقول له انت كمش يتوجع في مريض نعمله ويتوجع ساعتين تلاتة لكن اللي مفيهوش كلام ابدا السيفتي اللي ما بيحصلش ابدا اللي احنا شوفنا دلوقتي ده المنزار المنزار اللي احنا بنشتغل به دلوقتي اللي هو بالزبط اللي احنا بندخل به جوه التراك اللي هو بيورينا المليهات الصغيرة اللي كان مستحيل نتخيل او نحلم اللي احنا نوف عنينا جوه التراك جوه النصور الليزر اذا كان بيدخل لما نشوفه دلوقتي الليزر هو بيتعامل مع النصور هيمشي في النصور اللي يحرقه من جوه بس مش شايفين بس مش كان شايف بس نسبة بتخيلة يعني في لك بالزبط يعتمد على خبرتك انت يعني على الجراح هو بيسحب بالمليه وحاجات زي كده ده احنا دلوقتي بقى 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 نشوف وإحنا بنحرق يعني خلي بالك اللي دخل دي لها الأسطار بتاعة الليزر فبقى نشايفين وإحنا دخلين لو في حتة انا مخدتش بالي منها وانا بحرقها يتبانلي قوي بقى في الكاميرا ان انت محرقتش كل حاجة فقط يكون ده سبب الارتجاع النصور فاخد بالك لازم تحرق الحتة دي تاني اذن صعب مبين يعني محتاج يعني عادي الليزر هو داخل كاميرا بالزبط ده تكنولوجيا لوحدة بالزبط فمش بس تكنولوجيا واحدة بقى ده انت وفرت للمريض كل التكنولوجيا اللي في العالم خلي بالك إحنا كان عندنا خبير ألماني الحقيقة من الشركة بتاعت الليزر على فكرة دول الشركتين يعني دي ألمانيا العلمين دي ألماني ودي أمريكا بالزبط دي شرك ستورز كانوا بيحاربوا بعض فيهم الأيام بالزبط يعني بالزبط صحيح؟ لا ده كانوا بيحاربوا بعض كابلات بالزبط بالزبط دلوقتي شوف بيعملوا تعاون علمي بالزبط وهو ده قيمة الأبحاث العلمية وهو ده قيمة فعلا يعني قيمة الإنسانية العلم بيقرب يعني مية في مية يعني بيفلوا بعض بالزبط دلوقتي بقى بنشتغل سوا يعني بيننا أنا بقدم أنا شاطر قوي في تصنيع المناظير في عملت المنزار اللي هو الفافت وإنت شاطر قوي في تصنيع الاجتس الليزر فعملنا الحاجتين مع بعض اللي يخدموا المريض أنا بقولك إحنا كان عندنا قريب خبير كده بالألمانيا الرجل انبهر بأنه هو جاي فاكر إن إحنا بنستخدم الليزر بس فلما دخل وشاف الماشينز والأجهزة وحاجهات ذا كده رجل انبهر إنه بشافش في مكان إنك واخد كل حاجة حلوة من كل حتة يعني أكنك واخد التطور الأمريكي كله في شركة ستورز واخد التطور الألماني كله في شركة بوليتك واخد شركة إيطالي كله في تي اتش دي مثلا بروك تستيشن مثلا يعني بروك تستيشن ده بالمناسبة لأن أنا بحبه جد للحقيقة بروك تستيشن ده واحد بروك تستيشن ده كان موضوع الحوار بتاعها بالضبط خلي بك هو واحد من أربع أجهزة في الواطن العربي ماشي الله يعني محطة التشخيص الوحيد اللي في مصر بالمناسبة وكانت بالمناسبة جامعة عين شمس هتشريه لكن المشاكل في الميزانية وحاجهات ذا كده وقف الموضوع عندهم عندنا في هيموكيور وموجود في دبي في مستشفى في دبي في مستشفى زولايخة وموجود في بلديج كمان جوه الواطن العربي أربعة جوه الواطن العربي في إيطاليا وفي ألمانيا منتشر شوية لكي يقول لات عرب أربعة أربعة أجهزة بس أجهزة تشخيصية تشخيصية بس بتمش حاجة بتعليكش حاجة على فكرة دايما بيبقى في مخلط الأجهزة التشخيصية بالضبط ما بيعليكش لأنه انت بتعمل ايه يعني بصت لأيه أصرف يا عم على ليزر لأنه أنا هعمل بيه العملية بس ما هشخاصه بالضبط طب انت عارف المقارنة فين اتنين ده كاترة واحد شاف المريض اللي مدت ثواني وقال له انت عندك بوسير واحنا عدنا ربع ساعة نشخص المريض بالأجهزة والصور وكل حاجة وفي الآخر احنا قلنا له انه عندك بوسير صحيح لكن انا متأكد هنا انه معندوش حاجة غير البوسير وهنا هو مش متأكد هو خايف يكون عنده حاجات تانية او حاجة يكتشفها جوه العملية او حاجة دا كتا هي ده ما قيمة التطور وقيمة انك يعني بتسعى الحقيقة للحاجات الجديدة كلها انت النهاردة اسعدتني سعدتني والنهاردة فسحنا فسحة جميلة جدا صحيح في عالم يعني فسحة جميلة يعني النهاردة على فكرة كان بدون ترسيب احنا النهاردة كنا هنقعد نتكلف البروكتوستيشن لقيت ان البروكتوستيشن ده يعني اسالة لعابي العلمي فان انا هشوف بقى ايه اللي ورا شخاص ناسي ماشي الليزر الليزر يعني ابهرنا قلنا لا ندخل ورا الليزر ان اشوف في ايه تطلع كمان الطمع مش ان انا اعمل الليزر عمياني بجايد بمتتبع الخيط لازل انا شوف فيه لا ده انا هشوفه بمنظر ده انا بقيت شاطر ايه في اللي نعم والله كل تخصص يقولولي انت بقيت يا صحيح جدا والله انا مبار يعني في اسنان يا باشا والله بقيت اعدل عليهم وخدت على جاي انا عارف انا عارف رغم انها كلية الطب تانية خالص صحيح ضيف العزيزة بسوط دكتور محمد النجرسي شاري جراحات الشرج والمستقيم وعضو جمعية الاوروبية لجراحات الشرج وهو طبعا المؤسس اللي هي مكيور لعلاج وامراض الشرج والمستقيم نورتني وشرفتني ومن اجمل الحاجات اللي انا يعني روحك الجميلة واحتزازك بفريق العمل ده مدرسة مهمة جدا صحيح لازم ننقلها لكل كل الجيل الصاعد بقى ورانا فريق انت من غير فريق عملك صحيح بتبقى مضطرب مع فريق عملك حس بالامان اعتزازك وفريق عملك ده مهم جدا واختيارك له مش موضوع سهل ده موضوع عايز تركيز شديد من سهل جدا خليكم مع الناس الحالة الدربات بتبقى منتظمة ومتناغمة عشان نقدر نحصل على اكتر كمية دخل الدم على قد ما بنحتاجه بعض مشاكل كرابة القلب قد تكون قاتلة والبعض الاخر خطير والبعض الاخر ليس قاتل وليس خطير واللي احنا شايفينها طايرة دية دي جلطة تكونت في القزين نتيجة عدم ضربه ان هو ما بيدخش الدم اللي فيه بقى بيرعش الدم اللي فيه متكوم وبالتالي ممكن نتعمل جلطة والجلطة تطير وتروح للمخ وتعمل نفقد بقى ايد نفقد رجل نفقد بقى يتعوج وهكذا